اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تسعمية خمسة وعشرين ابنهم عيدي امين دادا اللي للاسف طفولته ما تبقاش طفولة سعيدة وينفصل ابو امه بدري جدا علشان ترجع امه تعيش وسط قبيلتها في مدينة لوجاري وبعد كده علشان ظروف شغلها اللي هو العلاج بالاعشاب والطب البداعي تنتقل لمدينة بويكوي مع ابنها عيدي اللي بيلتحك بمدرسة اسلامية بمدينة بومبو سنة الف تسعمية واحد واربعين لكنه بيتركها وبيبدأ يشتغل في شغلانات بسيطة زي بيعة دونات وهنا بيبدأ اختلاط عيدي امين بالشارع من بدري ويتعلم اللغة السواحلي اللي بتعتبر اللغة الرسمية لدول شرق افريقيا واللوجندا اللي بيتحدث بها القبيل الاصلية في اغندا وبينضم بعدها للجيش البريطاني كطباخ ولكن الامر ده ما استمرش كتير لان عيدي تكون الجسدي كان ضخم جدا وده شيء مطلوب جدا في الجندية علشان كده بعد وقت قليل انتقل من عمله كمساعد طباخ لجندي نظام في الجيش هيئة عيدي امين كانت تدي انطباعه بالتوحش والافتراس فوق ده هو كان مطيع جدا لأوامر القدى بتوعه وبينفزها من غير نقاش تماما وده كان معلم عند القدى جدا عيدي كمان زي ما بيتقال دلوقتي كان غير تنفيذه الأعمال للأوامر كان بيشغل على نفسه حلو قوي وتعلم الملاكمة وقدر يحصل على لقب بطل اغندا في الملاكمة سنة 1951 وعلشان يقرب اكتر من القيادات اتعلم كمان لعبة الرجبي اللي منشاها اصلا بريطانيا عيدي كمان كليه تصرفات غريبة جدا زي انه دايما بيظهر انه بيعوم في النهر او حمام السباحة بالزيل عسكري من باب استعراض القوة وفي منتصف الخمسينيات بيتحول مساعد الطباخ اللي دخل الجيش عشان مش لقي شغل لواحد من اوائل صف الضباط في الجيش الاوغندي وهو بيعتبر من اوائل المترقيين للرطبة دي في الجيش لان البريطانيين كانوا بيعتقدوا ان الاوغنديين غير الكف انهم يحملوا رتب فكانوا لا يمنحهم اكتر من رتبة الجندي وفي الخمسينيات تحديدا من عام 1952 إلى عام 1960 بتحصل في كينيا ما يسمى بصورة او انتفاضة الماوماو وهي حرب شوارع ما بين المناضلين في كينيا وكانوا بيطلقوا على انفسهم جيش الحرية والارض الكيني اللي ضموا وحدات من شعبي كنبة ومساي وهم من الشعوب او القبائل المستوطنة بكينيا من القرن 19 وبيشكلوا قطاع كبير من سكان كينيا وبيعمل معظم شعب الكنبة بالتجارة وقابلها بالصيد والمساي اشتهروا بالزراعة ورعاية الابقار ودول القابلتين اللي قتلوا ضد المستعمرين الاوروبيين البيض المستوطنين في كينيا والجيش البريطاني والفوج الكني المحلي اللي هم المستعمرين البريطانيين والمليشيات المحلية التابعة وشعب الكيكويو الموالي البريطانية وهنا كانت فرصة مهمة جدا لواحد زي عيدي انه يظهر معدنه خصوصا في مواجهة ابناء قاريتو وبيبعت الجيش البريطاني عيدي امين لكينيا علشان يحارف في صفهم ضد صور الكنيين اصحاب الارض وتنجح بريطانيا في قامعة صورة الماو ماو وبسبب اشتراكه في قامعة الصورة في كينيا يترأى عيدي امين لردبة ملازم كواحد من اول الضباط الاوغنديين في الجيش النظامي وفي سنة 1962 بتستقل اوغندا عن الحكم البريطاني بعد احتلال دام لـ 68 عام بدءا من عام 1894 الى عام 1962 ويمسك المناضر الاوغندي اللي قادر البلد للاستقلال ملتون ابوتي منصب رئيس الوزراء ويرقي عيدي امين لردبة نقيب سنة 1963 وبعد ما يثبت كفاته في سنة واحدة يرقيه لنايب قادة الجيش ويتولى ابوتي رئاسة الجمهورية بعد الاطاحة بأول رئيس وهو قد سيد تاني بمساعدة عيدي امين اللي كان في ظهره تماما في فبراير سنة 1966 تيجي بقى اللحظة المهمة في حياة عيدي امين وهي توليه منصب قادة الجيش سنة 1970 وهنا بيتسلم عيدي امين منصب وزير الدفاع الاوغندي ولكنه بيعمل حاجتين يبوازوا علاقته بصديقه وابو الروحي ملتون ابوتي اولهم كان دائم تعيني الاقارب ليه وابناء قابلته في مناصب في الجيش بحيس يقدر يسيطر على الجيش سانيا ان ابوتي عارف ان عيدي امين بيختلس من ميزانات الجيش ملايين فبيقرر انه يقدم عيدي امين للمحاكمة ولكنه بيرفض الانصاع للأوامر وبيقرر عيدي امين يوم 25 يناير سنة 1971 ويستغل غياب الرئيس اللي كان في سنغافورة ويستولي على الحكم وهنا زي ما بيقولنا جيب محفوظ في رواية حديث الصباح والمساء ما العمل امامنا رجل يدعي الزعامة ومعه مسدس بينصح الشعب لانقلاب عيدي امين واول حاجة بيعملها عيدي امين انه اعدم كل قادة الجيش اللي ما دعموش الانقلاب بتاعه تب اقولك على حاجة كمان عيدي امين اعدم كل القادة اللي ساعدوه ودعمه الانقلاب بتاعه خوفا من ان ينقلبوا عليه وفجأة اعترفت اغلب دول العالم بانقلاب عيدي امين واول دول ارسلت لي برقيات تهنئة هم بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية كمان دعموه بالسلاح وبالمعونات عيدي امين وعد شعبه اول ما مسك انه هينقلهم في مصاف الامم وهيجعل من اغندا دولة غنية وادى وعود سياسية واقتصادية كتيرة ولكن عيدي ما كانش زكي ولا كان بيمتلك قليات الحكم اصلا ده غير انه كان فاسد ودموي وهنا بيتصدم شعب اغندا ان عيدي فشل تماما في كل الوعود اللي اداها وعيدي بيتصدم من مدى فشله فلازم يعمل حاجة يلحى يحسن بها صورته قدام شعبه ففجأة صحي من النوم في يوم 9 اغسطس عام 1972 وخطف في الشعب وقال انه شاف حلم ان الله سبحانه وتعالى اوحى ليه بترضي الاسيويين من اغندا وفعلا في نفس اليوم امهل الاسيويين في اغندا 3 شهور علشان يسيبوا البلد طيب كان عددهم قد ايه وايه اللي يجيب اسيويين يعيشوا في اغندا اقولك انا اولا عددهم كان 70 الف اسيوي مقومين في اغندا اغلبهم هنود جمع الجيش البريطاني في محمية اغندا لان كمان بريطانيا كانت محتلة الهند ووصل اغندا سنة 1894 وكان عددهم 32 الف عامل اشتغلوا في المعسكرات البريطانية وانشعوا خطوط السكة الحديد وبناء المباني وتعليم الاوغنديين في المدارس وتعليمهم الخياطة وبعد كده تولوا الاعمال المصرفية ورجع اغلبهم على قيد الحياة بعد انتهاء مهمتهم ولكن قرر 6724 شخص الاستمرار في اغندا والعيش فيها وعاشوا وانجبوا واشتغلوا في التجارة في اغندا علشان وقت طردهم سنة 1972 يوصل عددهم ل70 الف وفي اقاويل اخرى 80 الف ولكن مش كلهم اضطردوا لان كان في 23 الف اسياو منهم كانوا مقدمين على طلب الحصول على الجنسية الاوغندية قرر عدي امين مجاش كده وخلاص حجته في طردهم كانت عدم الولاء وعدم الاندماج وسوق التصرف في التجاري دافع امين على عملية الطرد في خطابه بطريقة ساخرة بحجة انه هيعيد اغندا للاثنين الاوغنديين بس اللي موجودين في اوغندا كسخرية منه من كسرة الاسيويين ونجحهم وده كان بسبب حجة الاغلبية الاوغندية اصحاب البلد اللي شافوا اقلية في البلد شاطرين في التجارة ومتحكمين في جزء كبير من الاقتصاد بينما كان اغلب الشعب فقير ومشي الاسيويين وسيبين وراهم كل تجارتهم واموالهم ومن بعدها اعيد توزيح حوالي 5655 شركة مع عدد من المزارع والحقول والاراضي الزراعية الى جانب السيارات والمنازل وغيرها من السرع المنزلية وخلاص اعتمد عيدي انه اعاد البلد لاصحابها الاصليين لكن هل اتحلت الازمة الاقتصادية لا طبعا لان الاوغنديين ما كانوش قادرين على ادارة الشركات والمشاريع الاقتصادية عكس الاسيويين اللي جيين علشان كده المهم عيدة عايز يغطي على الفشل تاني فيقرر يعمل حركة تانية يغطي بها على فشله فما يقفش عندي ده ويقرر انه في نفس السنة يقطع علاقته ببريطانيا اللي كانت حليفة ليه اول توليه الحكم وقرر برضو يطرد كل مواطنيها من البلد ويقرر انه يستفز اكتر بريطانيا فيخش مؤتمر قمة الافريقية على عرش وبيحمله اربع مواطنين من بريطانيا علشان بعدها يقرر انه هيدعم بريطانيا من باب السخرية بعشر الاف شيلن اوغندي من جيبه الخاص بعد ازمة النفط اللي واجهها الغرب بعد قطع العرب امداداتهم من النفط لهم وفي نفس السنة قطع عيدي امين علاقته بالكاين السهيوني وكمان كان ليه تصرحات معادية لليهود فهو كان دايما بيعلن عن كراهيته للكاين السهيوني واليهود بشكل عام لدرجة انهم في اوروبا اطلقوا عليه زي بلاك هتلر او هتلر الاسود ولكن هل ده كله يخلي عيدي امين بطل لأ طيب عيدي امين انقص شعبه من الفقر لأ الحقيقة ان عيدي امين قهر شعبه تماما وكان ديكتاتور لدرجة انه في 8 سنين حكم الاغندا مات على ايده من شعبه نتيجة الاعدامات المباشرة والاعتقالات والقتل المباشر نصف مليون مواطن اوغندي وده ادى لقب جديد من مراقبين حقوق الانسان والصحة العالمية وهو جزار اوغندا عيدي ما كانش بيدي مساحة لأي رأي غير رأيه تماما كمان كان معروف عن عيدي حبه الكبير للالقاب زي رئيس مدى الحياة وهازم الامبراطورية البريطانية وابرزه من لقب اللي اشتهر بيا عند الغرب وهو ملك اسكتلندا لحبه الشديد لدولة اسكتلندا واصبح لقبه الكامل اللي منحه لنفسه فخامة الرئيس الابدي المشير الحاج الدكتور عيدي امين دادا سيد جامع وحش الارض واسماك البحار وفاتح الامبراطورية البريطانية في افريقيا بشكل عام واوغندا بشكل خاص ومنح درجة الدكتوراه في القانون لنفسه من جامعة ماكيريري بالاضافة لصليب النصر وهي ميداليا صنعت لمحاكاة صليب فيكتوريا البريطاني اصبح عيدي امين موضوع للشائعات مثل الاعتقاد الساعد بانه كان من ااكل اللحم البشر وانتشر انه تفخر باحتفاظ لرؤوس مقطوعة في التلاجة تابعة لأعداء السياسيين وقال ان اللحم البشري كان بشكل عام مالح جدا طبعا ادر جنون العظم الكبير لعند اميني ما يخلهوش يهدى ويقرر ان يهجم على دولة تنزانيا المجورة ليه علشان يستولى عليها بسبب خلافه مع رئيسها جوليوس نيريري اللي كان دعم للرئيس الاوغندي السابق اللي خلعه عيدي امين والحدث ده زي ما بتقال هو القشة اللي قسمت ظهر البعير وهي الحرب التنزانية الاوغندية وكانت اطراف الحرب من قسمة لفريقين فريق بيضوم عيدي امين وجيش الاوغندي بدعم من الرئيس الليبي معامر القذافي اللي كان شايف انها حرب مقدسة بين جيش مسيحي ضد جيش مسلم والمفاجأة هي اشتراك جبهة تحرير فلسطين في القتال بجانب عيدي امين لأسباب لما يتم الافصح عنها ولكن نقدر نقول بسبب دعم القذافي للجبهة وعداء عيدي امين لاسرائيل يمكن كانوا محفزين لانهم يرسلوا بعض مقاتليهم للحرب في افريقيا والجبهة التنزانية في الجيش التنزاني وجابة تحرير اوغندا اللي تشكلت من معارضين عيدي امين وهي عبارة عن ميليشيات مسلحة بدأ الموضوع من 1 نوفمبر عام 1978 بعد ما افشل عيدي امين تمرد ام ضده وهرب المتمردين لتنزانيا وطاردهم عيدي امين داخل تنزانيا وفجأة اعلن انه ضمنه توق كاجيرة في شمال تنزانيا علشان يبقى ده بداية اخر فصل في حياة ديكتاتور اوغندا اللي بيخسر حربه امام تنزانيا وجابة تحرير اوغندا ويدخل الجيش التنزاني عاصمة اوغندا كامبالا يوم 10 ابريل عشان تاني يوم 11 ابريل 1979 يهرب عيدي امين ويترك الحكم علشان يعيد الرئيس التنزاني جوليوس نيريري الرئيس الاسبق ابوتي للحكم مرة اخرى واستمرت بعد كده قوات الدفاع الشعب التنزاني في توجودها في اوغندا لسنة 1981 بعد مجالبة الحرب على اوغندا موجة من الجرائم والعنف وعدم الاستقرار اما عن عيدي امين فهرب على ليبيا بلد صديقه معامر القزافي وبعدها الى السعودية اللي بيعيش فيها لغاية ما يموت في 16 اغسطس عام 2003 علشان يخلد اسمه في التاريخ كواحد من اكثر الرئاسات الدموية في التاريخ بعد قتله نصف مليون مواطن اوغندي وتدميره لاقتصاد بلده تماما ومع ذلك فيه ناس بتعتبره بطل لعدوته لاسرائيل والغرب شاركنا براية في الكومنتات هل عيدي امين كان بطل فعلا ولا سفاح اشتركوا في القناة